تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونا نيوز على فيسبوك حلقتنا اليوم بتيجي بعد مباراة تشابي الأولى المباراة اللي بتيجي بعد فترة إيجابية فيها تفاؤل منذ لحظة تعيين اللاعب الأسطوري تشابي هرناندز مدرب لبرشلونا وبالتالي كان أهم شيء يصير اليوم أنه برشلونا يفوز حتى تظل الإيجابية محيطة حتى يظل التفاؤل مستمر وهذا اللي تحقق بغض النظر عن تعقيدات الشيط الثاني في البدايات لما تيجي تحاول تصلح حالة ذهنية حالة نفسية لفريق التفاصيل مش هي الأهم بقدر النتائج بلأت المباراة بتشكيلة أساسية تقريبا متوقعة لتشابي هرناندز باستثناء إلياس على الجهة اليوم ربما هو المفاجئة الوحيدة مع بقاء دي باي كرأس حربي رغم أنه كان في كلام أنه ربما يفكر تشابي بمركز آخر لإله وشفنا جاري بيكون هو الجنح الأيسر والثلاث الوسط نيكولاس كونزالس مع دي يونجو بوسكيش ومن جيزة هو اللي بيبدأ كظهير أيمن تشكيلة بشكل عام مع هذا إلياس كانت أعتقد هي المنطقية والمتوقعة رح نخلي حلقة اليوم إنها محاول لنا فهم كيف أفكار تشابي عكست بأرض الملعب أو كيف تشابي حاول يرتب ويرسم فريقه برشلونة في مباراةه الأولى ربما من أول ربع ساعة فهمنا شكل برشلونة الهجومي اللي حيحاول يخذ فيه تشابي هرناندز الموسم الأجنحة في الحال الهجومية بتروح على أبعد ما يمكن على أطراف يمين ويسار حتى توسع رقعة اللعب لعبين الوسط دي يونجو نيكولاس بتقدموا أمام بوسكيش وبهاجموا أنصاف المساحات حول دي باي بشكل يكونوا فيه نقطة ارتكاز يستلموا الكرة ويكونوا رابطين موحد بربط على مثلث على اليمين والثاني على اليسار مع الجنح الأيسر مع البهير الأيسر يعني ألبا جافي وممكن تشوف دي يونج أو نيكولاس رابطين معهم أو نفس الشي على الجهة الثانية هذا كان واضح من أساسيات تفكير برشلونة وأيضا كان واضح أنه فيه أوامر أنه الاستحواذ والكرة تضلها الدور على مشارك الثرث الأخير لأنه هذا الشيء الوحيد اللي بيخلي الاستحواذ إليه معنا بيخلي الاستحواذ قابل أنه يستفيد من أول هفوة وأول مساحة بتصير في دفاع الخصب برشلونة بالشوط الأول بهذا الشيء القدر يخلق عدة أماكن وفرص للتزديد لكنها كلها كانت نصف فرصة مش فرصة محققة للتسجيل ربما بيستثناء الكرة العرضية اللي وصلت إلياس لكن تدخل مدافع إسبانيون حولها لركنية ركنية فبقدر أحكي بالشوط الأول شفت شكل واضح لبرشلونة شفت مسار دوران كرة منطقي متوقع لبرشلونة اللاعبين عم بيتحركوا ضمن هذا المسار وكأنهم عارفين كيف لازم تدوره الكرة شيء ما كنا نشوفه مع برشلونة صراحة في معظم المباريات معكم لكن اللي كان ناقص في الشوط الأول سرعة دوران الكرة كانت محدودة كان واضح الرتم بطيء إضافة لأنه كان غياب المبادرة الفردية تماما ربما موقف أو موقفين غير ذلك اللاعبين بهدوء كلهم عم بسحب بيهكتفوا بنقل الكرة والتحرك بعد ذلك ما كان فيه اللي يبادر بس في الشوط الثاني من أول مبادرة بقودها جافي في أول دقيقة في الشوط الثاني عم بيضع ديباي أمام المرمى اللي بيتحصل على كل الجزاء بيكون منها الهدف الأول كانت هذه الدقيقة فيها الشغلتين اللي حكيت عنهم كانوا مفقودين سرعة تدوير الكرة اللي حصل ثم لأول مرة الفريق عم بيحاول يعمل شيء مختلف شيء غير متوقع بالتمرير وهون كان الانفراد فكانت ركلة الجزاء ثم الهدف طبعا ما بين الشوطين أيضا شفنا تبديل الزلزول اللي بيدخل بدل إلياس ولما تيجي تفكر أنت فيها أنه إلياس شاب صغير أعتقد عمل أحسن شيء ممكن تتوقعوا منه في هيك بداية مش متعود على اللعبين اللي حاولوا مش متعود على أجواء طبيعي جدا يكون أداؤه بهذا الخجل ربما يعني مش شيء غير متوقع وأعتقد الشافي عارف ذلك لكن النجم اللي دخل الزلزول اللاعب أعطى 45 دقيقة مهمين حسسك بوجوده بكل لقطة حتى بعرضياته كان خطير كان واضح أنه عنده أوامر من الشافي بادر لنفسك انطلق بنفسك فشفنا أكثر من مرة عم بندفع لوحده وبيحاول يسدد لوحده عم بيخليك تحس أنه شخصيته هذا اللاعب قوية فيمكن تراهن عليه أنه آه هذا ممكن أشوفه يكمل بالفريق لنهاية الموسم في الحالة الدفاعية لبرشلونة كان في حالتين حالة قبل الانهيار البدني اللي صار وفي حالة اللي بعد الانهيار البدني ممكن البعض يجي لوم الشافي على التراجع اللي صار في الشوط الثاني أنا أعتقد التراجع اللي صار هو استراتيجيا صحيح فريقك حالته البدنية سيئة وبالتالي لازم تاخذ نفس لأنه لو أنت حاولت تلعب أنه أكمل برشلونة كنت آخر 20 دقيقة حتنهار تماما وما حتكون قادر تعمل اللي صار اليوم يعني اليوم برشلونة كان يرجع 10 دقائق بشوط ثاني بس يطلع يمسك الكرة 15 دقائق كمان طي يمشي الوقت لنهاية المباراة برشلونة منعرف جميعا أنه حالته البدنية سيئة والشابي ما كان عنده وقت يعالجها بدها مسألة شهور هذه المسألة أو على الأقل يتكلم عن شهر شهرين عشان نشوف الفريق بحالة بدنية بيقدر يلعب 90 دقيقة 100% ضغط الخصوم بدون ما ينهار بشكل مفاجئ فنرجع لمسألة الحالة الدفاعية الفريق لما كان تمام كان أول ما يخسر الكرة يضغط بشكل ممتاز يضغط عكسي ممتاز يمنع اللاعب اللي معها الكرة يكون عنده خيارات تمريض ودائما يكونوا وقفين لعب برشلونة جريبة كثير من لعب اسبانيول فأي لاعب من لعب اسبانيول بدون يسلم الكرة دائما تضغط عليه سريع كانوا ممتازين بهاي الناحية كانوا جميعهم عم بيركد وعم بيتحركوا دفاعيا لكن اللي حصل آخر 20 دقيقة أو 25 دقيقة إنه هذا المردود البدني قل وهذا الطبيعي لأنه بعض اللاعبين الأساسيين في خط الوسط أصبحوا مرهقين وبالتالي أصبح أسهل تتعامل معهم لما ترتد عليهم فبالتالي اسبانيول قدر يدخر الكرة منطقة الجزاء ولما دخل الكرة منطقة الجزاء ظهر عيب جميعنا بنعرفه ببرشلونة اللي هو عيب الكرات العرضية بظاهر قلوب الدفاع دائما التغطية سيئة ودائما توقع المدافعين لإله سيئة مسألة بدها يعني تعليم أكثر بدها مراجعة حالات كثير معهم وتعليم كأنك بتعلم مدافع أول مرة الدفاع صراحة بالمخصة أنا شفت فريق إله شكل فريق لعبته عارفين أدوارهم خذلت بعض اللاعبين الحالة البدنية هذا شفنا خذلت شافي بعض مستوى وكوليتي المدافعين هذا أيضا شفنا لكن شفت فريق بقدر يدور الكرة في معظم أوقات اللقاء شفتوا لأول مرة برشلونة يكون عنده استراتيجية تحويل اتجاه لعب من يمين ليسار يسار ليمين بسلاسة بهدوء بنقاط ارتكاز واضحة شفت جابي عم بيحاول يظهر شخصيته شفت الزلزولة عم بيحاول يظهر شخصيته شفت بوسكتش كان مرتاح لعندما تعرض للكدمة أو الإصابة فبالتالي فيها مؤشرات كتير إيجابية لقاء اليوم برد النظر إنه إسبانيول قدر يهدد مرتين أو ثلاثة طبيعي جدا تتهدد طبيعي جدا في مرحلة التعافي تبلش تكتشف عيوبك إنه الموضوع مستهل وجميعنا منعرف مهم تتشافي مستهل أبدا تتعلق بمسألة ذهنية على بدنية على فنية على منظومة دفاعية منهارة إلى سنتين بس الأهم إنه يصير عندنا شكل لهذا الفريق يصير عندنا فلسفة لهذا الفريق عشان يقدروا اللاعبين يتعلم ويعرف وشو مطلوب منهم صح وغلط للمستقبل نوصل هون لنهاية هذه الحلقة اللي كانت تركيزها الأساسي نفهم أفكار تشافي أو نفهم وين لازم تشافي يروح كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستجرام وتابعوني على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة